اولا اسمحولي ان انا اقولكم ان الحلقة دي مختلفة تماما عن اي حاجة تقدمت في القناة قبل كده تمثيلية السبع بلطات هي متخدع الرواية بنفس الاسم السبع بلطات بتتكلم عن شاب لان حبيبته بتصارع وخايفة من الجواز وان الجواز بالنسبة لها عامل زي الكابوس المرعب وانها مترددة في الخطوة دي قرر انه يكتب الرواية دي عشانها عشان يطمنها وعشان يحتوي مشاعرها وحاول يقولها من خلال سطور الرواية دي انه فاهم الصراع اللي هي بتمر بيه وان الراجل مش بالصورة اللي هي متخيلها وانه هياخد معها كل حاجة بالتدريج لحد اما هم الاتنين يستقبلوا اساسا فكرة الجواز الرواية مليانة تفاصيل وحقيقية هي ممتعة وعايز اقول لكم ان الرواية دي من تأليفي واثناشرة سنة 2018 وكانت اول رواية اكتبها في حياتي اتمنى تعجبكم ويلا بينا نشوف تفاصيل اول حلقة خايفة محتاجة تطمن النهاردة ماما راجعة من الشغل حطة في دمخها مشكلتي على اساس اني مشكلة الكون عشان لسه متجوزتش جايز علانة ان صاحبتها قالت لها هي بنتك مفيش حاجة قريب نفرح بيها طبعا امي ردت ربنا يبعت عشان تفتح بالجملة دي واصلا ما بتنتهيش معلش اكيد ربنا هيعوضها بعريس كويس انتي عارفة بنت صاحبتنا نور ما هي برضو تأخرت في الجواز بس الحمد لله اخيرا خدت واحد صفارها برا وطبعا السؤال المعتاد هو يخطي مفيش حد بيجي لبنتك وامي كالعادة ترد لا بيجي لها بس مش مناسبين والفتحة التانية تبدأ طب بصي انا عارفة عريس كويس ابن واحدة صاحبت جارتنا انا هشوفه ليكي دا شاب صغير ووارس وامور وكمان مهندس ومعاشا متجهزة وكمان بيدور على عروس وامي ما تسكتش ابدا يا ربي يا حبيبتي انا نفسي اجوزها واتطمن عليها بقى وانا تعب لماما قوي كده وفعلا ازمة الكون اني لسه مش اتجوزت مش عارفة بس انا مدقيقني زعلها بس اعمل ايه اتجوز والسلام اي عريس بس انا خايفة خايفة ما يكونش حد يفهمني واتعب معاه خايفة انه بقى زي صحباتي اللي اتجوزوا او زي ماما نفسي ان احب واتحب بس فيه جزء كبير حاسة فيه بالذنب جوايا اني مسبب الماما تعب بس هي مش فاهماني ومش مستوعبة خوفي للاسف كل الطنطاط ما عندهمش شيء يحقوا فيه لما يشوفوها غيري انا تعبانة من تدخلاتهم في حياتي ومصمصتهم لشفعيفهم لما يشوفوني وكل واحدة تتعامل معايا على اساس ان انا عندي مصيبة على فكرة انا برضو محتاجة حد في حياتي نفسد حد ويهتم بي ويقول لي كلام حل واني تلمع وامسك ايديه ويفسحني وانم على صدره انا انسانة وبحس وكلام ماما بيصحي جوايا اني محرومة من كل ده بس اعمليه لما اعود اناقش ماما الغريبة انها شايفة ان كل الرجالة زي بعض وكل الستاتها تتعب وان التعب ده حاجة من سنن الحياة وتقول لي جملتها اللي بتستفزيني جدا بعد كم سنة هتكوني زي هي ليه مش مدركة ان كلامها بيرعبني مش بيطمنني انا كل شيء بيوترني احساسي بالزنب من ناحية ماما وكلام الطنطاط اللي مخليني حاسة ان في مصيبة وان انا تأخرت وان انا نقصة عن اي حد وكمان منقشتي مع ماما دي بتخوفني جدا انا مش عارفة ايه الصح انا اصلا مش عارفة ايه اللي في الجواز نفسي ماما طعب معايا تشرح لي ايه الجواز ده اساسا وتفهمني بالراحة ايه عيوبه وايه مميزاته دايما بحس ان ماما مش قادرة تستوعب ولا تفهم حاجة من اللي جوايا كل فترة بلاقي ماما بتزود الضغط علي بانها تقول لي حد تخطب خليك انت كده اعدى لحد ما هتعنسي بكره الكلمة دي وبتوجعني جدا بحس نفسي مرفوضة وفشلة لما بتتقلي لما روح خطوبة او الفرح بتعقى اي حد من اصحابي واسمع من كل ست قعدة ايه يلا عشان نفرح بيك او انت اللي عليك الدور بعديها او اتأخرتي كده كفاء عليكي دي الجمل المبلوعة شوية لكن فيه كلمات تاني صعبة جدا يا حرام لسه متخطبتيش او يا خسارة البنت جميلة وحلو بس ملاقش نصيب ربنا يعود عليكي ودي بتكون الافتتاحية وتكمل بقى الليلة بواحدة تيجي تقعد جنبي وهي ما تعرفنيش وتفضل تسأل اسئلة عجيبة وتطلب رقم بابا عشان عندها عريس لي ويا سلام بقى لو فيه ست جنبي تاني يروحوا فاتحين لبعض استجواب وانا بعض متفرجة ما بينه وده كله تسخين لحد ما تيجي فقرة عجيبة من الستات الكبيرة لو ابتسمت اسمع منهم شوف البنت ما عندهاش دم مش حاسة انها كبر واتعنس اكشر اسمع منهم بيقولوا البنت زعلانة الله يكرمها ويفرح قلبها بعريس يا رب بحس اني مش قادر اعيش كل حاجة وكل مكان بيحكي في نفس الموضوع بس انا خايفة خايفة من ان اختار خايفة من ان انا مش فهمة اي حاجة خايفة من ان اعنس خايفة من كلام الناس خايفة بقى الوحدي خايفة من نظرات الناس لي خايفة من مومة وبابا يجبروني على اي حد خايفة من المستقبل خايفة اختار غلط انا نفسي اتجاوز وابقى سعيدة بس اتعبت من التفكير في الموضوع ده عايزة ريح شوية بس مفيش مكان بقى فيه راحة كل مكان فيه كلام عن الجواز تعب عايزة افصل شوية انا حاسة نفسي واحدة قوي وخايفة وضعيفة ليه علي اختار حاجة وانا لما باجي اختار بحس ان عيلا قوي وخايفة جدا وبحس ان مش قادرة وبرضو مش قادرة استنى واعد كده لاني خايفة اكبر وراء عرسام تقل او عنس وكمان عايزة ارتاح من زن بتجاه مومة افكار كتيرة قوي جاية في دماغي حاسة اني تعبانة قوي حتى صاحبتي اللي ريبة لي هي كمان مش فهماني رغم انها سني بس مش حاسة اني عارفة تكلم معاها هي مش عارفة تفهمني انا مش رفضة الجواز بس نفسي عايش حل ومرتاحة ومش عارفة ازاي مرتاحة لاني مش عارفة الجواز ده بيعملوا في ايه وبيمروا بايه بالزبط في ايه عشان اقولها ارتاحة ازاي فيه انا يا حساسي اني مش قادرة اسمع كلمة ولا حرف تاني نفسي اوقف كل حاجة واهدى شوية وبعدين اكمل بس نفسيتي مش متحملة ايه كلام تاني باب انام كتير عشان اتجنب اسمع اي صوت حسى اني وصلت المرحلة عايز اوقف كل حاجة وافضل ثبتة كده انا فجأة بقيت المفروضة اكون مسؤولة واخد قرار مصيري زي ده اه معرفش ازاي مصيري او هيقصر على دنيتي ازاي بس الحمد لله كله بيخوفني منه بسمع الستات تقول كلام يرعب طبعا فقرة ماما في الرعب لها تأثير خاص الغريبة انها متخيلة ان حتى ولو الحكاوي دي ما حصلت لهاش فانا مش هفكر ان هي ممكن تحصل لنا وده هيخوفني اكتر من ان انا اتجاوز وبابا عايز اقول لها يا ماما وقت ما اتجاوز مش هتكوني معايا هبقى وحدي بلاش تخوفين اكتر ما انا خايف انا طول حياتي مش بواجه وحدي دايما بتكونوا معايا انتي او بابا بس المرة دي محدش هيتحمل غيري وده مرعب جدا جدا ليه مش دي المشكلة ماما قابلتها طنطن نهاردة قالت لها في عريس ممتاز شكله حل مهندس ومعا مكتب وشقة وعربية ساري عربي يعني من الاخر الراجل كامل مما جميعه طبعا لقيت ماما بتقول لي انا مستغرباكي ومستغربة تفكيرك هو انت عايز ايه تاني الراجل زي الفل وكامل ياريته بس يرضى بيكي كان جوايا عايز اصرخ وقول لها ياريتك انت تفهميني انا مش فكرة مش عايز اتجوز انا عايز اجرب بس يا اخوفي لو قلتلك كده هسمع منك كلام زي الفل بس يعني انت متخيلة ان يعيش مع واحد بيني وبينه حياة هيتحكم فيها فيها من غير معرف حاجة عنه غير عنده ايه اكيد عايز اجرب عايش معاه واشوف هيعمل فيها ايه قبل ما اتدبس انا شايفاك انت وبابا الحمد لله تفتحه النفس ان تتجوز فورا بصراحة انت ليه عايزاني يعيش حياتك اواخد اللي نقصك انت هو انت يا ماما فكرتي لحظة انا ايه اللي نقصني او عايزة ايه انا في البيت طول عمري بخرج وهزر والعب ممكن اشيل البيت وانت تعبانة ممكن اساعدك لكن اني حياتي كلها تبقى للبيت ولا للراجل ده حاجة مش عارفة هنجح فيها ولا لا وخايفة جدا منها معرفش ايه اللي ممكن يحصل مش من حق اجرب دماغه وتفكيره هو شايف اللي هياخدها دي ازاي وشايف مسؤولية البيت دي شكلها ايه بالزبط انا مستحيل في يوم وليلة هبقى استاذة في تحمل شغل البيت ومسؤولياته انت نفسك تعبتي في البداية جوزك ما كانش سهل لانك ما تعرفيش دماغ بابا وتفكيره كانت ايه من الاصل انا خايفة بقى زيك مش عارفة ايه اللي ممكن هيفرحني انت شايفة اللي هيفرحني وهيكون تمام معايا الفلوس والمستوى الاجتماعي بس انا مش عارفة المشكلة انك مش عايزة تفهميني انت عايزة تقنعيني وخلاص طيب اقتنع انه هيجيبلي ده وده 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 حل بس هعيش ازاي في اللي جايبه دي المشكلة فهماني غلط انت او مش فهماني اساسا انا مش زيك هعيش حياتي قابلة وراضية باي حاجة وزق الايام عشان العيال برضو ترجعي وتقوليلي كلمتك المرعبة اللي بتشل تفكيري اما شوف لما تبقى في سني هتعملي ايه انا كنت بقولي جدتك كده وفي الاخر بقيت زيها هي دي الحقاء وانت صغيرة بتتخيلي انك هتغيري الكون ولما بتكبري وتكبري بتعرفي ان ظروف الحقاء هتوصلك للي كنت رفضاه انا عزراكي لاني كنت زيك بس يا بنتي انا عندي خبرة عنك وبختار الاحسن ليك صدقيني انا كلامك بيخلينا ترعب لان لو الافضل لي زي اللي عيشاه ده يبقى مصيبة صودة انا حاسة ان كل همك اني مجبرش والناس تتكلم اني مش متجوزة اه ما نكرش ان انت عندك خبرة عني لانك مريتي باللي ممرتش بيه بس اللي انا شايفاه ان الخبرة فشلة وكمان بتسجنيني في خبرتك على انك السكة الوحيدة في الحياة انا مش عارفة دلوقتي انت صح ولا غلط مش قادر اشوف اي حاجة بس مرعوبة مش عارفة اصدقك ولا اصدق حلمي اني ممكن اكون غيرك والاختيارين اصعب من بعض لاني مش ضمن المستقبل هيكون شكله ايه خايفة اختار اصدقك واندم وخايفة اكتر اصدق نفسي واندم خايفة من الوقت اللي بيمر ايه الصح اللي ممكن يريحني في كل ده مش عارفة ممكن يكون ايه الصح ولا ايه الاختيار الافضل ليا بس اللي عارفاه ومتأكدة منه اني عايز الفترة دي تعدي وخلاص عايز انام واصحة الاقي اي شيء حصل وارتقح بقى من الدوشة دي ياريت كان فيه زرار ادوس عليه اعدي المرحلة دي ولاقي فيه حاجة حصل واستسلم للواقع وخلاص انا فعلا مش عارف اي حاجة عندي احساس اني الواحد اوي ومحدش معايا ولا حد فاهمني نفسي اخلص من اللي انا فيه تعبت من كل الدوشة دي وعايز ارتقح انا فعلا فاصعب فترة في حياتي وفجأة كل حاجة بتتطور وبسرعة ومطلوب مني قرار بس مش عارفة اخد قرار كرهت خوفي وضعفي واحساسي اني عجزة وخايفة وصغيرة وكل ما اقولها استسلم لحاجة تصهر حاجة جديدة تخوفني ارجع لنفس النقطة تاني محتاجة حد يكلمني واتكلم معاه واحكي معاه خوف بس كل حد بيقنعني بحاجة عكسة تاني وانا تعب كل واحد عايز يشديني الحتة انا سهقت من كل ده وعايز اخلر هو ده ممكن يحصل النهاردة كنت قادة مع صاحبات فيهم صديقة عدة التلاتين ولسه مش متجوزة عندها شوية وكهات نظر في الجواز زي الفول طبعا انفتح حوار الجواز ودي كأنها ما صدقت وكان معانا صديقة متجوزة وكأن اللي اتنين اتفقوا عليها المتجوزة انا ما شفتش غير اول كام يوم راحة وبعدين ابتدينا بقى يروح لامه يسمع كلمتين ييجي يسمن بدني بيهم زيارة امه دي بقى يوم النكد العالمي الست بتعلق على كل حاجة واي حاجة كأن الجارية اللي جابتها له وتنهي كلامها انا اهم حاجة عندي راحي تبني على اساس اني حيوانة مش بنقاب مزايهم كل يوم بضرب نفسي بالجزمة على اني اتجوزت بعد كام يوم دلع وحب وراحة ابتدينا بقى في الخناء والمشاكل بعد زيارات امه بالذات الست مش بتسكت حطاني في دمخة كأن ضرتها مش مرات ابنها وهو ابتدى يتلوي بدري ملحقش يفرحني كام يوم بقى عصبي ومش حامل نفسه واحيانا بحس في عينه انه هو كمان اتصدم او حس نفسه غلط انه تجوز والمرار بقى لما عدت اول سنة وانا لسه محملتش امه ما سابتنيش في حالي وبصراحة مش امه بس كله اللي يشوفني يقول لي ربنا يبعت يا اختي ما تقلقيش وربنا هيعوضك بعيلي ينسك الدعب وطبعا دولا كانوا الرحمة لكن فيه اللي تقول لي بصدمة ليه كده طب ما كشفتوش وهم اتلقح كلام اني معيو بقى فيها مشكلة وهو بقى واحد تاني ممل والقعدة معاها لازم فيها اخناق وقال للطلب لازم يحسسني ان انا مش بحس وطلباتي كتيرة وحتى الخروجات بقت احلامي ان ننزلها احلى حاجة وهي بترغي فده كله بتنهي كلامها يا بختك انت حرة خليكي كده بلاش تتجوزي احسن بدل ما تندمي طب انت عملتي الواجب اللي عليكي عقتيني اكتر وخلتيني خايفة زيادة اهانا دلوقتي في دماغي الف سؤال وسؤال وانا ممكن لو اتجوزت امر باللي مربيه الست دي يا لهوي لو انا اخدت واحد واما عملت فيا كده وهو مش عايز يخرجني وما قاعدني في البيت انا مش عارفة هي فعلا ممكن يكون كلامها صح اصل انا سمعت ناس كتير زيها قالت حاجات زي كده بس يبقى تجوز ليه اما مرار صح بس امي عايزانة تجوز مع كده امي عارفة كل ده اكيد طب عايزة ايه الست دي عايزانة تمرمط وخلاص انا مش قادرة استوعي بدمخة بتفكر ازاي طب انا ما بعرفش عبخ كويس دلوقتي وشغل البيت بعمله بس وانا عرفانة وما بتحملش امي لما تديني كلمتين في جنابي وبحب اخرج وتفسح وشم نفسي وشوف الدنيا وبزعل لما بطلب من بابا ويقول لي لا ومش انا اللي ممكن اتحمل حد يتدخل في حياتي دخلاتي لما يدخلوا او اي ستة كبيرة تيجي تتكلم في شيء يخصني مع ماما مش معايا حتى بداي يبقى هتحمل حماتي ازاي يعني دي تبقى مصيبة سودا لو العريس او امه فاكريني زي امي فيها صحة اشيل البيت كل يوم ده بابا بيخرب الدنيا لو البيت ما كاركب ويقعد يزعق وبحس احيانا ان تيتا بتهيك بابا علينا ولو رجع البيت وملا لقاش الاكل بيتداهق ويا عكنن الدنيا ده احيانا بيتلكك عشان يتخانق هو كل ده ممكن يحصل لي ونقص كمان ان اغير لطفل وخليه ما يسرخش وافضل مراعياء اليوم كله ده انا هشوف ايام سودا ايه كل اللي اتفتح في راسي ده لأ كلام صاحبتي العانس زود الدنيا طين على بماغي بتقول ان كل راجل ولو طباعه في ناس طبعها ان البيت يبقى على طول بيبرق وفيه اللي ما بيحبش يتناقش وما يحبش حد يتكلم معاه عايز السمع والطاعة وفيه اللي مش عايز يتحمل مسئولية خالص مامته تمشي على رقبة مراته وفيه اللي عينه زيغة وما بيتلمش دي كملت القصيدة بكلامها دي مش اتقفلت من الجواز لا لا دي راحة انتحر بعد كمان ثلاث اربع دهائق ايه كل ده انا حاسة ان حد وصهم عليها هي ماما مفيش عندها خلفية بكل ده يعني ازاي عايزاني انتحر واختار راجل اصلا ده مستحيل يكون غير عملية انتحرية انا فعلا دلوقتي حاسة ان عاييلة قهوي سيبوني في حالي ده كل حاجة فيها واجعة وفيها طين زي ما تكونوا بتخيار واحد بين الشنق والضرب بالنار اختار الناس مع كلام يجرح من الناس ولا اختار عريس وانا ونصيبي ولا روح انتحر وفين الحب اللي بسمعه في الافلام معقولة كل ده خيال وما فيش حاجة حلوة خالص كده ايه القرف ده انا مش قادر اشوف حاجة غير السواد خايفة جدا جدا ومش قادر الاقي حاجة واحدة اتطمن بعد ان راجعت قراءة اوراق مذكراتها نظرت الى الدعوة التي قدمت لها اليوم لحضور محاضرة عن الحب باسم السبع بلطات تأملت الدعوة جيدا وتمنت ان تكون المحاضرة هذه تحمل شيئا مختلف لعلها تكون القشة التي تبحث عنها لتنجدها من الغرق وفي معاد المحاضرة استعدت وفي ذهنها بعض السخرية من الاسم سبع بلطات والحب هل يقصدون بالسبع بلطات حدف الرجل بالطوب ضحكت من سخريتها من الاسم رن جرس الباب وكعدتها نييرة لا تحتمل الانتظار فكادت ان تكسر الباب فتحركت لتفتح الباب على عجلة وهي تقول لها اهدي انا جاي اجاي خلاص استني يلا ايه كل ده يلا افتحي اديني فتحت اهدي شوية على نفسك بعد حضن وتبادل القبلات يلا عشان ما نتأخرش انت لسه ما كستيش انا بك هزا هو يا ستي مستعجلة على بتاع البلطات ده ليه سمع ان الود مز بصراحة وانا الفكريكي موديني عشان بلطاته لو مز وبيرمي توب اتحمل عشان جماله قللت القدى بنتي طول عمرك وتحرك الاسنان الى مكان المحاضرة وتفاجأ الاسنان بوجود عدد ولاحظت نيره ان عدد البنات في المحاضرة يفوق عدد الشاب بين على الود مز فعلا زي ما بيقوله شايفة كان بنت جياله ها 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 هاي هنشوف كلها دايق وهيبين وبعد دقائق بالفعل دخل شاب وسيم امحي البشرة شعره اسود لامة وممشوق الجسد عضلاته برزة وعيناها عسليتان وابتساماته الساحرة ونظراته طفيده حلان وضع المكتب اللابتوب الصغير الذي كان يحمله وظل للحظات ينظر الجميع في صمت حتى هدأت القاع بالجام السلام عليكم انا عارف انه غريب عليكم اسم السبع بلطات واكيد محدش رابط بين الاسم وبين اللعبة اللي كنا بنلعبها في طفولتنا واكيد فيه فضول لمعرفة العلاقة بين اللعبة والحب استراتيجية السبع بلطات في الحب السبع بلطات اللعبة عشان تلعبها لازم تكون بتعرف تنشن صح عندك هدف وخطة وقعه اصغر بلطة الاول او ما توقعش خالص عشان تقدر تحدد قوة اللي معاك وتحدد اذا كنت هتهرب ولا هتجري وراهم اوعى تحسس اللي معاك انك بتستخدم ضرباته خليه دايما فاكر انه بيتحداك وانك فهم نفسه معاه ما تضربش اخر ضربة الا والكل متغفل بعد ما توقع السبع بلطات هتصطدر اللي معاك ازاي وانت بتصطدر اللي معاك لازم تكون هادي وتستغل تغطرهم عشان يقعوا ما تنساش انك في مركز القوة فمهما انهوش اللي قدامك فهو ضعيف واوعى تغلط وتطمع في كزا هدف في وقت واحد خطط لهدف واحد ويجبره يحبس نفسه لعد ما تقدر تستهدق طبعا اغلبكم مستغربين الطريقة اللي انا بديت بها المحاضرة بس اول ما هشرح لكم السبع بلطات هتعرفوا ايه علاقة اللعبة دي بالحب وتعالوا نبدأ البلاطة الاولى احنا كده وصلنا لنهاية الحلقة دي لو عجبتك بستأذنك انك تضس لايك وتقول لي رأيك في الكومنتات وطبعا لو عايز تدعم القناة فانا بستأذنك انك تشارف فيديو مع صحابك او تحطه على الفيسبوك عندك ده هيدعمنا كتير ان احنا نوصل لناس اكتر وطبعا لو لسه مشتركتش في القناة فانا بستأذنك تعمل سابسكرايب دلوقتي عشان تسمع باقي الرواية وتعرف ايه حكاية السبع بلطات ويا ترى ايه علاقتهم بالحب وهل في رابط ما بينهم ولا لأ ومين هي البنت اللي كنا بنقرأ المذكرات بتاعتها دلوقتي هسيبكم وهشوفكم بإذن الله في فيديو جديد وحلقة جديد سلام